السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حباب قلبي عاملين ايه رب كلكم تكونوا بخير وفي احسن حال وانتوا بتشوفوا فيديو النهاردة النهاردة هقولكم 14 استخدام لمعجون الاسنان هيجبوكم جدا 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 بجد ما تفوتوش ولا سانية في الفيديو بجد تستفادوا منه جدا وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة بتشوفوني اول استخدام معنا وهو تلميع الدهب او تلميع الفطة لو عندك خاتم دهب او خاتم فطة او اي اكسسوار دهب او فطة كمان الاواني الفطية اللي بتكون للزينة او للدكور برضو ممكن تلمعوها بنفس الطريقة كده بناخد كده قطعة صغيرة على فرشة اسنان تكون يعني مخصصة للحاجات دي او فرشة قديمة ما عندك مش بتستخدميها وتبدا تفروقي الخاتم او الاكسسوار كويس جدا بمعجون الاسنان الاول والفرشة وبعد كده بنخسلها تحت الحنفية عايز اقول لكم بيرجع جديد وبيلمع جدا وده كده كان اول استخدام معنا تاني حاجة معنا عندنا الشوزات الصغيرة او او الكبيرة بتاعت الاولاد خصوصا بتكون متسخة جدا جدا زي ما انتم شايفين وفيها بقعة صعبة قوي خصوصا الشوزات اللي هيا ما بتتغسلش في الغسالة تمام فنبدأ كده نجيبها ونجيب كده معجون الاسنان وآ فرشة وبعد كده بنبدأ آآ زي ما انتم شايفين كده نفرقها كده بالفرشة كويس جدا هتلاول الاتساخات دي بتطلع معاكم بكل سهولة زي ما انتم شايفين في الاول كان متسخ جدا لو ركزتوا كده في الصورة وهو هوركو في الاخر قد ايه هيبقى مضيف جدا وبيلمع من النظافة زي ما انتم شايفين ببدأ كده افرقه لان هو طبعا فيه جلد فما ينفعش تغسل بالمية فآآ بفرقه كويس جدا بمعجون الاسنان والفرشة وبعد كده بجيب منديل وايبس او منديل عادية بس نبلها بالمية آآ حاجة بسيطة كده ونبدأ نمسح كده ونشيل اثار معجون الاسنان اللي موجود معنا شايفين الفرق بين الجزء اللي اتعامل الجزء اللي ما اتعاملش هعمله برضو كله دلوقتي واوريكو قد ايه هو بقى جميل جدا بعد ما كان متسك جدا جدا في الاول زي ما انتم شايفين بصوا رجع جديد تاني بقى بيلمع جدا جدا مع ده الجزء اللي ورده عشان ده قماش فما حبيتش اعمله ولو عاوز اعمله بنفس الطريقة بيتعامل ما فيش اي مشكلة برضو تمام ننجل تانية استخدام معنا وهي او مكوة الشعر لما كده منحب ننظفها ونبقاش عارفين ننظفها بايه وكمان آآ بيكون الجزء اللي بنكوي بيه ده بيكون كده بتحس ان عليه كده بيش املس اوي زي الاول بتحس ان هو متسخ جدا شوية فبرده بنجي فورشة اسنان وكتعة صغيرة اوي من معجون الاسنان ما تقطروش تمام ونبدأ نفرقها كده وكمان آآ نجيب كده منديل وايبس او منديل عادي ونبدأ نمسح بقايا معجون الاسنان بالشكل ده هتلقوها رجعت جديدة ورجع الملمس بتاعها بقى املس جدا جدا ما فيش كده اي شوائب او اي حاجة من الحاجات اللي بتبقى موجودة في الشعر آآ لزق عليها او حاجة وهتلاقوه الكفاة بتاعتها حلوة جدا اهم حاجة بعيدو عن الاجزاء اللي فيها كهرباء تمام او اللي هو الزرائر اللي معل منها الحرارة وكده النتيجة ممتازة حطوا لايك للفيديو في سرعة الاستخدام اللي بعد كده وهو في مكوة الملابس زي ما انتم شايفين المكوة بتاعتي اتحرقت او زي ما تقول نسيتها على حاجة زي ما انتم شايفين عمل يتحرق صعب جدا جدا طبعا آآ الحرق ده محترين فيه مش عارفين ينظفوا بايه كل اللي عليك هجيبي قطعة معجون اسنان وفرشة الاسنان اللي احنا مقصصينها للتنظيف دي ونبدأ نفرق كده الحرق زي ما انتم شايفين كده من غير مية ولا اي حاجة هبدأ كده افرقها واشيل الزوائد وارجع افرقها تاني لحد ما تنضف معي او زي كو تركزوا في شكل المكوة في الاول كده وهي متحرواء كده وهو دي كو النتيجة النهائية بعد ما تنضف وما استخدمتش اي حاجة نهائي غير معجون الاسنان وهتشوفوا معي دلوقتي النتيجة بجد مبهرة جدا جدا عمري ما تخيلت ان هي ترجع زي الاول تاني كده او بترجع نظيفة جدا بعد الحروق اللي كانت فيها دي كلها زي ما انتم شايفين ببدأ كده ادعكها كويس جدا بالفرشة كده ويبلاش طبعا اه اي حاجة خشنة او اي حاجة حده انا استخدمت سلكة نعمة خالص من بتاعت المواعين بس تكون نعمة اوي وكمان الفرشة مع معجون الاسنان وبس كده في الاخر همسحها بمنديل او بي اه وماشا ما بيقول لها مية حاجة بسيطة زي ما انتم شايفين افضل ادعك فيها كده كويس يعني هعطي كده حوالي خمس دقايق عملها بافرق في الاجداء المحروقة دي لحد ما وصلت النتيجة دي النتيجة دي مرضية جدا جدا بالنسبالي وحلوة جدا جدا تعالوا بقى الاستخدام اللي بعد كده وحطوا لايك للفيديو بجد الفيديو يستهل لايك وفي افكار حلوة قوي الفكرة اللي بعد كده عندي كنا الشغبطة اللي بيكون على الحيطة من الاولاد بيكونهم شغبطين كده على الحيطة بالالوان تقدروا تحيلوا المشكلة دي بسهولة جدا هنجيب شوية من معجون الاسنان ندوبهم كده في شوية مية يعني كده عصغيرة كده حوالي معلقة صغيرة من معجون الاسنان او اقل كمان ندوبها كده في معلقة كبيرة من المية وبعد كده ناخد منها بالفرشة زي ما انتم شايفين كده ونبدأ نفرق الكزقة اللي فيه الالوان اللي على الحيطة بالشكل ده كده. تمام? بعد كده بنبدأ نشيله شايفين الحيطة رجعت جديدة تاني ما فهاش اي حاجة ولا كأن ان هي كان عليها لون مع ان اللون ده لون احمر وبيكون من الالوان الصعبة ان هي تطلع آآ من الحيطة وكده زي ما انتم شايفين الحيطة رجعت جديدة هون معكم في ثانية واحدة بس آآ ندفت معي من غير اي دعك ولا مجهود يعني حتى انا مدعكتش كتير ولا حاجة. فبجد الفكرة ديتها تستاهل لايك فحطت عليك على طول. الفكرة بقى اللي بعد كده عندنا ابواب التلاجة وكمان باب تدي بيكون صعب شوية في التنظيف وفيه كده فواصل واجزاء كده بيكون صعب ان احنا نوصلها بالسبونشة العادية. فتجيبوا كده الفرشة وبنفس الخليط اللي انا عملت به الحيطة اللي هو عبارة عن قطعة صغيرة من معجون الاسنان بندوبها في شوية صغيرين من المية وبناخد منهم كده بالفرشة ونبدأ نعمل الفواصل بتاعة الباب بتاع التلاجة او تدي في الريزر زي ما انتم شايفين كده هتلاقوها بننضف معكم مسهولة جدا بالفرشة كمان المعجون الاسنان بيسيب ريحة حلوة جدا في التلاجة تقدروا كمان تعملوا بخاخة فيها شوية من معجون الاسنان وشوية من المية الدافية وترجوهم كويس جدا جدا وتبدأ وتنظفوا بالتلاجة كلها بجد هديها ريحة حلوة جدا عتحس ان هي نظيفة كده متعقمة هو بش بيعقم ولا حاجة بس بيدي ريحة حلوة كده وبيغير من اي روايح وحشة موجودة في التلاجة زي ما انتم شايفين باب الدي في الريزر كان فيه شوية صفرار كده من الحواف دي عشان بعضو الاجزاء الصغيرة دي اللي سبونش بيش بتنظفها كويس فابا جيب الفرشة كده وبرضو ببدأ ادعك الاجزاء دي بتلاقوها ندفت معاكو كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين بعد كده بنشف بلاقي الجزء ده بقى مضيف قوي وبقى بيلمع من النظفة بجد هو ليه تأثير ملمح حلوة قوي قوي للتلاجات وكمان للدي في ريزر بلمعه بالشكل ده كده بالفوتة وبيرجع معايا نظيف جدا جدا لو الفكرة دي عجبتكم برضو حطولها لايك الفكرة اللي بعد كده البراويز اللي بتكون عندنا او الساعات الازاز بتاعها ساعات بيبقى منغبش كده وبش بيلمع فنجيب برضو من الخليط نفس الخليط مع جون سنان متخفف بالمية ونبدأ نعمل كده على البرواز او على الساع بالشكل انتو شايفينه بالفرشة برضو هتلاقوها ندفت معاكو كويس جدا وبعد كده فوتة مبلولة بالمية ونبدأ نمسح البقايا بتاعة معجون الاسنان هتلاقوها بتبرق معاكم من النظافة عايز اقول لكم كمان على فكرة بس انا مش مصورها في الفيديو وهي النضارات النضارات بتاعتنا اللي هي النضارات الطبية تقدروا برضو تعملوها بنفس الطريقة كده بالزبط بس من غير فرشة بيجيبوا شوية من المعجون الاسنان على المية اللي احنا مدوبينه في شوية مية وبتحطوها في المنديل المخصص لمسح النضارة وتبدأ وتمسح النضارة بها كويس جدا هتلاقوها اللي معت معاكم بقيتوا بتشوفوا بها حلوة قوي قوي بس انا ما صورتش الفكرة دي للاسف يعني تمام نيجي بقى الفكرة البعد كده وهي الاحواط بتاعتنا وكمان الحنفيات بتاعت الطويلت اه لما نيجي كده الصبح مسلا بنخسل وشنا او حاجة وعاوزين تنظفوه كده بسرعة وكمان يلمع معاكم كده ويكون ريحته حلوة تقدروا تاخدوا كده كده قطعة صغيرة من معجون الاسنان وتبدأ وتدعاكم بيها الحوت كده مع سبونشة اهم حاجة تكون سبونشة بالسلكة عشان ما تجرحش معايا الحوت يا اما سلكة نعمة او سبونشة زي ما انتم شايفين كده تكون برضو نعمة جدا ونبدأ كده نلمع بيها هتلاقوا الاحواط بتاعتكو كمان الحنفية لمع جدا جدا وعايز اقولك على فكرة انا بعملها ممكن تجبع بيها صغيرة من معجون الاسنان اللي هي بتكون ارخص حاجة خالص تمام وتخصصوها للتنظيفات بس وتستهلكوا منها كده يعني بالروحة يعني مش كميات كبيرة هتلاقوها بتقعد معاكم فترة طويلة اه عشان طبعا بناخد منها قطعة صغيرة بس بش بنحتاج منها كميات كبيرة زي ما انتم شايفين نحود معايا رجح بيلمع جدا جدا ونضيف اوي وكمان رحته حلوة ودي اهم حاجة عندي بعتزل لو فيه اي كده اصوات حوالي او فيه اي دوشة كده من الاطفال الفكرة بقى اللي بعد كده شاشات بتاعت الكمبيوتر وكمان بتاعت التلفزيون وكمان بتاعت الموبايل سواء كمبيوتر شارع الكمبيوتر او تلفزيون او موبايل بنعمله بنفس الطريقة بس هنا انا استخدمته خام كده بس الافضل انكم تخففوه زي ما انا مخففا في الاول عايز اقول لكم ان الطريقة دي بتضيع اي خدوش موجودة في الشاشات كمان بتخليها كده لها لمعة ومتنظفها كويس جدا جدا بنبدأ بقى نعملها بالفرشة كده زي ما انتم شايفين وبعد كده بنجيب فوتا مبلولة ومعصورة كويس جدا من المية وبنمسح بقى بقايا او اثار معجون السنان المعجونة الموجودة على الشاشة بترجع حلوة جدا جدا عايز اقول لكم ممكن كمان تعملوا نفس الطريقة دي في المرايات اللي بتكون كده بنغبشة او تحسوا ان هي مجرحة شوية تعملوا فيها بنفس الطريقة دي برضو بترجع كأنها جديدة وبترجع لمعة جدا جدا هبدأ كده انضفها كده واشيل بقايا للمعجون عايز اقول لكم شايفين الجزء اللي بنشيل منه بيلمع ازاي اه بتنظفها كويس اوي وكمان بتعالج الخدوش اللي هي بتكون خفيفة اوي اللي موجودة في الشاشة او الاسكرينة بتاعت الموبايل كمان لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو حطوا لايك بسرعة بجد ربنا خليكم ليا بجد ان انت وصلت لغاية هنا شايفين النسيجة بتكون حلوة اوي وعلى فكرة التصوير مش موضح النسيجة اوي لكن هي في الحقيقة بجد شكلها حلوة اوي اوي وعايز اقول لكم لسا فيك كده كان فكرة حلوين جدا سايباهم لاخر الفيديو فخليكم معي لحد اخر الفيديو هنا بقى لما تكون عندي كده اه اي سمرار كده او كده عصامرة كده في صوابعك من فوق تمام كمان لو حابة تلمع الدوافر بتاعتك بيلمع الدوافر حلو جدا تبدأ تفروك دوافر كده بيه كويس وبعد كده بتشتفيك كده تحت المية الجاة الدافية وبعد كده بمية ساقعة بتلاقي الدوافر بتلمع جدا كمان اصار البصل والتوم كده مما بتكون لازقة في الايد كده بعد ما بنقطع بصل او طوم تمام اللي بيضيعها بناخد كده قطعة من معجون الاسنان وبنخسل بيها قدينا كويس جدا بتضيع الريحة خالص بتاعت البصل او الطوم كمان لدعات الحشرات او لدعات النموس بناخد كده قطعة صغيرة على الجزء اللي فيه كده اه حرقة او فيه آآ لسعة من الحشرة آآ بيهدي معنا كده آآ الاحساس بالقلم تمام بنسيبه كده شوية وبعد كده بنخسله بعد كم ساعة كده بتلاول الالم روح خالص اخر استخدام معنا وده برضو حلوة جدا الملابس البيضة لو ما عندكش كده كل ركسة الوان او موزيل البقع تقدر تجيبي كده شوية من معجون الاسنان وتفرقي بيها البقعة وبعد كده تحطيها في الغسيلة وتتغيسي العادي جدا الدورة الغسيل بتاعتها العادية لو البقعة صعب قوي تستخدمه الكاربوناتو مع معجون الاسنان مخلوطين مع بعض برضو هديكم نتيجة كويسة جدا يا ربي كده الافكار تكون عجبتكم الفيديو كده يكون مفيد وستفدتم منه ولو بفكرة واحدة بس انا اكون راضية جدا حطولوا لايك واشتركوا في القناة واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع الف سلامة حبيب قلبي